فن يتحرك هذه أشياء من الحياة اليومية والتي يمكن أن تكون عملا فنيا أود كثيرا أن أمنح الحركة لمواضيع وهدفي تحطيم الأسطورة التي تقول بأن الفن يجب أن يكون ثابتا الفن يجب أن يعيش حياته ويجب أن يتحرك أكثر ما تتفاخر أولغا به من بين أعمالها هو طاحونة الحب التي استغرقت منها وقتا أكثر من بقية الأعمال وأولتها اهتماما خاصا وأشركت المقربين منها في التنفيذ استغرق مني العمل على هذا عامين كانت الفكرة أصلا فكرة قررت أن أصنع طاحونة الفن طاحونة الحب والتي تعكس حياتنا ساعدني أبي في الأمور التقنية التي كان يجيدها فوضع محركا أضفى على الطاحونة حيوية وبهجة عدا عن الأعمال الأربعة قدمت الفنانة 13 لوحة فنية تجريدية حول موضوع الحب والفضاء وبناء المجتمع وأشار الخبراء إلى أسلوب أولغا وقالوا بأن السمة الرئيسة لأعمالها هي خلق جو لطيف وانطباعات جميلة مع قدوم الربيع تبتهج روحي وأنحو صوب الأعمال المبهجة ذات الطاقة الإيجابية والحب بالتأكيد هو أكثر ما أرغب بالتعبير عنه ومن بين الأعمال حظية الدراجة الهوائية ومقعد الأميرة والطاحونة بأجمل الانتباعات أنا من مناصري الألوان الزاهية أعتقد أنه في وقتنا الصعب هذا يجب أن يستدعى الفن لرفع معلويات المجتمع وأظن أن أعمالا مثل حوض الاستحمام الملون والدراجة الهوائية الزاهية والتي تفيد بالطاقة الإيجابية والفرح هو ما ينقص الكثيرين من الناس وعرضت أيضا مجموعة ملابس مميزة تستحق المشاهدة ستة فساتين تشاكل الأعمال الأخرى في المعرض تلوينا وبهجة